احنا داعمين محمود المشهداني ولا نشيطن سالم العيساوي بل نحترم سالم العيساوي وجميعا لدينا علاقات طيبة واخوية معه ولو فاز لكنا اول المهنئين والداعمين واحنا مو كنا السبب بتأخير فوز سالم العيساوي واني اقول للجنابك والمشاهدين الكرام والضيف الفاضل لو استمرت الانتخابات اللي عطلت من الجانب السني اللي كان سالم العيساوي هو الفائز احنا مع من يفوز ولكن عدنا دعن موقفنا لا بسرية ولا بكلام وجهه خلينا يا مازحة خلت مازح وياك سيد عارف خلت مازح وياك انت من حزب الدعوة انا من حزب الدعوة نعم سامع اغنية احبك ليش ما ادري الله يحبك ان شاء الله بالعافية حبيبي الغالي استكمالا للقول او للاغنية شايف شوال في الحسين تسامع بيها هذا يمكن اعتباره نصرا جديدا لدولة القانون كسابقاته بمعنى من يردون حزب الدعوة شيء داخل الاطار التنسيقي كان اضعفهم المرشحين محمود المشهداني لكن نجحتم مرة اخرى في ان تفرضوه وان كنت تقول نحن لا نشيط سالم العيساوي التردون السوونه والله اثنين انهم يكون على ثقة انا اتكلم لك بصدق يعني وكان ما يدور عندنا حتى في اجتماعاتنا الخاصة في الكتلة ومع السيد المالكي قال يا ابا اذا فاز السيد العيساوي فالف مبروك له واحنا دعمنا يعني على يعني بالوضوح بالهواء الطلق قال يا ابا دعمي للسيد المشهداني وكان الفوز قريب خوح على سالم العيساوي واحنا بالجلسة نتكلم مع الطرفين ما عندنا مشكلة